أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بتراجع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي خسر رأس المال السقي 5.8 مليار جنيه يغلق عند مستوى 7.6.99 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 87 من 100% ليغلق عند مستوى 10.811 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 74 من 100% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة بينما هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87 من 100% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة